اشتركوا في القناة وكذلك على المواصفات اللي كيتميز بها هاد الهاتف اذا مشاهدنا الكرام هاتف اونور اكستا كيتميز بالابعاد التالية طول 163.7 في العرض 75.1 والسومك ديالو كيوصل الى 8 ميلامتر فاصلة سبعة في حين ان وزن الهاتف كيوصل الى 194 جرام والهاتف اونور اكستا كيتميز بمواد تصنيع على مستوى الظهر والاطار الجانبي فهو مصنوع من البلاستيك والهاتف كيدعم شبكة الجيل الرابع اللي كتوصل سرعة الانترنت فيها حتى 150 ميجا بايت وكيدعم شريحتين من نوع نانو سيم وعلى مستوى الواجهة الامامية فهاتف اونور اكستا تتميز بشاشة من نوع تا اف تا اهل سيدي وكيوصل الحجم ديال الشاشة لست بوصات فاصلة خمسة في حين الدقة كتوصل لسبعمائة وعشرين في الف وستمية بيكسل اي الاش دي بلوس وكيتميز الهاتف بابعاد شاشة كتوصل لعشرين سعود وكتحتل الشاشة من الواجهة الامامية ثلاثة وثمانين في المية وكيوصلوا لبيكسل او الكتافة ديالبيكسلات الميتين وسبعين بيكسل لكل انشين واحد وشاشة الهاتف كتتميز بوضع حماية العين الوضع الليلي وايضا كتدعم ستاش المليون كولور ستاش المليون لونة هاتف اونور اكستا كيتميز بمعالج من نوع ميدياتاكا وهو الهيليو الجي خمسة وعشرين ودقة تصنيع كتوصل لتناش نانو متر وكيتميز بكونه تماني النوات اربع انوية جوج جيجا هيرتز واربع انوية اخرى واحد فاصلة خمسة جيجا هيرتز في حين ان معالج الرسومات فهو من نوع power vr geot 8320 اما على مستوى الذاكرة فهاتف اونور اكستا كيتميز بذاكرة عشوائية كتوصل ال 4 جيجا رام في حين ان الذاكرة الداخلية فالهاتف يتميز بنسختين النسخة الاولى 64 جيجا بايت والنسخة التانية 128 جيجا بايت والهاتف يدعم بطاقة ميكرو اس دي الخاصة بالتخزين الخارجية وهاتف اونور اكستا يتميز بنظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة المستخدم ماجيك يو اي 6.1 اما على مستوى الكاميرا فهاتف اونور اكستا فهو تلاتي الكاميرا الخلفية وكتوصل دقة الكاميرا الاولى الى 50 ميجا بيكسل وهي الكاميرا الرئيسية وكتميز بفتحة عدسة F1.8 اما الكاميرا التانية فهي كتوصل لدقة 2 ميجا بيكسل وهي الخاصة بالتصوير الماكرو وكتميز بفتحة عدسة تصل الى F2.4 في حين ان الكاميرا التالتة فهي تصل الى دقة 2 ميجا بيكسل وهي خاصة بالعزل اي عزل الخلفية وتصل الى وتتميز بفتحة عدسة F2.4 والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجوذة FHD 108 بيكسل وايضا مع دعمه لتقنية الفلاش اما الكاميرا السيلفي فهاتف اونور اكس ستة يتميز بكاميرا سيلفي تصل الى 5 ميجا بيكسل ومع فتحة عدسة F2.2 وتتميز بوضع وضع وضع عزل الخلفية ايضا وضع التجميل تقنية HDR بالاضافة الى كشف الوجوه والابتسامات ومع خاصية او انه يدعم تقنية التصوير الفيديوهات بجوذة FHD 1080 بيكسل ولا يدعم الفلاش بالنسبة لكاميرا السيلفي الهاتف يدعم منفذ 3.5 ميليمتر الخاص بالسماعات وايضا يدعم راديو اف ام اما على مستوى الحماية فالهاتف يدعم مستشعر مستشعر البصمة وهو مدمج مع سر التشغيل ايضا تعرف على الوجه النمط الرقم السري وكلمة السر اما عن بطارية الهاتف فهي تصل الى 5000 ميلي امبير وهي من نوع ليتيون بو وغير قابلة للازالة هذا بالنسبة للمواصفات اما عن عيوب الجهاز فهاتف اونور اكس 6 على مستوى الشاشة فالهاتف لا يدعم معدل تحديد الشاشة 90 هرتز ايضا الهاتف لا يدعم الشحن السريع للبطارية ايضا الهاتف غير مزود بسماعات استيريو اما عن مميزات الجهاز فعلى مستوى الشاشة شاشة الهاتف كبيرة جدا بحزم 6.5 وتغطي معظم واجهة الهاتف مع نوتش صغير اعلى الشاشة على مستوى الكاميرا فهو مزود بثلاث كاميرات وتدعم وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفولة جدي الرام ذاكرة الوصول العشوائي للرام 4 جيجابايت المعالج مزود بمعالج ميديا تاك هاليو جيجاباية وبتردد 8 نواد ايضا يدعم شبكة الكات الكات جيج بالاضافة الى مستشعر بصمة جانبي وايضا بطارية كبيرة السعة بالاضافة الى كاميرا كبيرة جدا بحيث تتميز بالتركيز التلقائي عبر اكتشاف الطاورة البيدي ايف وايضا وضع عزل الخلفية بالاضافة الى وضع التصوير الاحترافي ثم ايضا التعرف على المشاهد بالذكاء الاصطناعي ايضا تقريب رقمي تركيز باللمس كشف الوجوه والابتسامات بالاضافة الى البانوراما وتقنية الاش دي اير الهاتف يدعم تقنية الانفسي وايضا يتميز بمنفذ ايوز بي من نوع تيب سي اثنان نقطة سفر ويتوفر هاتف اونور اكس ستة باللون الاسود اللون الفضي ثم اللون الازرق مشاهدنا الكرام كانت هذه النبدة خفيفة عن مماصفات مميزات وكذلك عيوب هاتف اونور اكس ستة شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة